في إطار العلاقات الأخوية ومسيرة التعاون وتنسيق التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قام الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث التقى أخي سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقد أعرب معاليه خلال الزيارة عن خالص التهاني والتبركات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني كما أعرب معاليه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأشهد معالي وزير الداخلية بالتعاون والتنسيق الأمنية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا الأمنية المشتركة حيث تم الاتفاق على إطلاق برامج مشتركة في مجال مكافحة المخدرات وتقديم البرامج والمبادرات التوعوية وتبادل الخبرات في مجال العلاج من الإدمان وقد قام معالي وزير الداخلية بزيارة إلى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي حيث اطلع معالي الوزير على الخدمات المستدامة التي يقدمها المركز والفئات المستهدفة وبرامج الرعاية اللاحقة والدمج في المجتمع وفي ختام الزيارة أشهد معالي الوزير بالإمكانات العلاجية والتأهيلية للمركز منوها بأهمية تبادل الخبرات في مجال البرامج الوقائية